علق المنتج البحريني محمد التورك على حكم السجن الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية بمراكش بتهمة التحريض على الفساد في القضية التي أقامتها ضده الفنان المغربية دنيا بطمة موجها التهنئة لها على الفوز بالقضية واعتبر محمد التورك أن تلك هي الجولة الأولى في المعركة بينه وبين دنيا بطمة ولكنها ليست نهائية مؤكدا أن تلك القضية لن تؤثر عليه سلبا وأن ضميره في راحة تامة وكتب محمد التورك في ستوري له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام موجها التهنئة إلى دنيا بطمة مبروك الجولة الأولى وأنا ضميري مرتاح المعركة لا تربح من الجولة الأولى باقي جولات كثيرة ونفس طويل شكرا بلدي الثاني الله الوطن الملك وكانت المحكمة قد أدانت المنتج البحريني زوج دنيا بطمة السابق بالحبس ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرام قدرها ثلاثة آلاف درهم بتهمة التحريض على الفساد كما أدانت المحكمة الشابة وصال بالحبس مدة مماثلة ونفس الغرامة وأدانت المحكمة التقاط الصور ومقاطع الفيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم في إشارة لمحمد الترك ووصال وأصدرت حكمة ضد المصور بثلاث أشهر مع الإيقاف وغرامة قدرها ألفي درهم وجاء ذلك الحكم بعد أن كشفت دنيا بطمة عن تعرضها للخيانة ورفعها قضية لطلب الطلاق قائلة كنت أتعرض للخيانة طوال الوقت وأسكت لكن هذه المرة شعرت بالإهانة لأنه خانني في بيتي مؤكدة أن ذلك لا يمكن لأي إمرأة أن تتقبله وحول التهم التي وجهت إلى زوجها محمد الترك من قبل القضاء المغربي قالت دنيا بطمة إنها تتضمن التحريض على الدعارة والسرقة وصفتنا التهم بالثقيلة وتابعت قائلة في قاعي داري وتلبس قميصي وخل خالي في رجليها وأمامها الخمر مؤكدة أنها تملك الدلائل على خيانة محمد الترك لها مع فتاة أخرى وتابعت قائلة جاء اتصال قبل دخولي لحفلة يبلغني أن الزوج